وقعت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين وتم توفق على التعاون بين الجانبين بشأن المشاركة في حملات التوعية المختلفة التي تقوم بها نقابة المهن الموسيقية وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها كما اتفق الجانبين على تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة والتعاون في دراسة وإعادة النظر في مواد القانون والتشريعات التي قد تعرقل نشر الثقافة والفنون المتنوعة في التوقيت الحالي التنسيقية بتقوم بالمشاركة مع كل أطراف المجتمع المعنية بتدعيم الفنون بكافة أشكالها وتزليل العقبات أمام الحركة الفنية للدولة المصرية باعتبارها القوى النعمة اللي كلنا بنحاول تدعيمها وترسخها كأحد أدوات الدولة الوطنية المصرية الحقيقة إنه اهتمام التنسيقية بإمضاء هذا البروتوكول يأتي في إطار يعني منافع متعددة أولاً إحنا قررنا في 2023 إن إحنا ننفتح على النقابات المهنية يعني بمختلف مجالاتها ومهتمين جداً بملف قوة مصر الشملة وقوة النعمة هي جزء كبير وجزء أساسي من قوة مصر الشملة تضافر الجهود ما بين كل القوى اللي تقدر تؤثر وتقدم شيء مفيد وشيء جيد ده شيء محمود جداً وحاجة محمودة جداً ويا رب تكون هي دي العلاقة الدائمة دايماً بين الكيانات اللي تعرف تساعد بلدنا في النهوض بدأت خطوة التعاون معنا وتبني هذا المشروع بحيث إن إحنا بنخدم الحركة الفنية أو إحنا كان نقابة مهنة موسقية أحد الفنون اللي هي قوة النعمة المصرية اللي بتأثر سواء في الرأي العام أو على الفكر وثقافة الشعوب شوو شوو